طيب اخر حاجة بلما اطلع فصل كلنا شوفنا مبارح ربطة الاندية اعلنت مباريات الاهلي خلال الفترة اللي جاي وانا في نفس المكان ده مبارح كنت بتكلم وقلت يا جماعة صعب جدا الاهلي يلعب 10 مطشط من 22-6 ل 27 وبالفعل خرج مبارح الحج عامر حسين المشرف على ادارة المسابقات وقال ان احنا حطينا كل موعد مباريات الاهلي بالمؤجلات لغاية 8-7 وسبنا اخر 5 مباريات للاهلي لما نشوف موقف الفرق اللي هتهبط عشان لو الموقف مش واضح ممكن نلعب اخر مباراتين في الاسبوع الـ 33 والـ 34 في توقيت واحد وبالتالي مباريات الاهلي ممكن تترحل شوية الـ 25-7 وانا بقول لكم مباريات الاهلي هتترحل شوية الـ 37 وأول 8 لان مش معقول هتلعب الاهلي كل يوم بالشكل اللي احنا شايفينه ده لو تبصوا على مباريات الاهلي ابتداء من بكرة 23-5 امبي 26-5 طلاعي الجيش 29-5 سيراميكا كيليوباترا 4-6 و11-6 مطش الوديات زهاب ونهائي افريقيا زهاب وإياب نهائي افريقيا بصوا بقى بعد كده 22-6 مطش حرص الحدود في الدوري بعدها بتلات ايام 25-6 هتلعب مطش السويس في الكاس دور الـ 32 بعدها بـ 72 ساعة مطش 29-6 مع البنك الالي في الدوري العام بعدها بـ 48 ساعة 27 هتلعب مع فيوتشر بعدها بـ 48 ساعة هتلعب مع الإسماعيلي 5-7 بعدها بـ 48 ساعة هتلعب مع الاتحاد السكندري 8-7 هو نايس يحط للأهل كل مباراة كل يوم مباراة يعني كل يوم مباراة مفيش فرقة في العالم ممكن تتضغط بالشكل ده عايز تخلص الدوري خلص الدوري بس مش معنى ان في الطولة عربية هتتلاعي بعشرين سبعة فانت تدمر مباراة لفرق كبيرة عندها منافسات قوية وبتلعب فيها لعبة دولية بالشكل ده يعني خلص الدوري 37 ايه المشكلة بالنسبالك ما انت قبل كده أجلت كتير لتفاصيل كتيرة جدا لكن نلعب بالشكل ده بالإطار ده مش عارف بصراحة صعب جدا وعموما هنشوف الفترة اللي جاية متى سينتهي الدوري العام والتوقيتات الرسمية اللي هيعلن فيها ختام الدوري العام شكرا